أهلا بكم جهود كبيرة يبذلها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في العمل الإنساني وهو ما تجسد في استضافة الكويت لمؤتمر الثاني للمانحين والذي سيعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري وذلك بعد نجاح المؤتمر الأول للمانحين الذي استطاع أن يحقق الهدف منه وهو جمع مليار ونصف المليار دولار لتخفيف معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج لا يخفي على الجميع الإسهامات الكبيرة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في خدمة القضايا الإنسانية فسموه أخذ على عاتقه مساعدة أي محتاج من القريب والبعيد في مختلف البلدان حرصا من سموه على تحقيق رسالة الكويت الرامية لمساعدة الإنسان في شتى بقاع الأرض حضرة صاحب السمو أمير البلاد صاحب الأياد البيضاء وصاحب التاريخ الطويل يبادل بسرعة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين عن طريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي والذي يمثل جهود الدولة لتلبية النداءات الإنسانية في تقديم يد العونة والمساعدة للمتضررين في كل أنحاء العالم تأكيدا من سموه على إبراز إنسانية المجتمع الكويتي ودعم قيم التكافل والتضامن الاجتماعي فالعمل الإنساني منجذر في دولة الكويت ممثلة بصاحب السمو حفظه الله ورعاه ولن يتوقف لإنقاذ الأشقاء في كل مكان حيث أصبح سموه رمزا للعطاء والبذل والريادة في أعمال الخير كشعلة مستدامة لا تنطفئ ولإيمانه بأن الدم الواحد لم يتأخر سموه رعاه الله في نصرة ومساعدة إخوانه وأبنائه السوريين الذين يعيشون أوضاعا مزرعة نتيجة للصراع الدام في بلادهما وبيد الأب الحاني والعطوف يمسحوا صاحب السمو على أطفال سوريا لينسيهم مرارة البعد عن الوطن والأهل ليخفف عن محنتهم ويبعث فيهم الأمل بالمستقبل وقد تجلت دور الإنساني لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في استضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين الأول لمساعدة الشعب السوري في يناير من العام الماضي حيث استطاعت الكويت حشد أكبر قدر من المشاركين الذين مثلوا 72 دولة ومنظمة وحقق المؤتمر نجاحا بارزا بجمع أكثر من مليار ونصف المليار دولار لدعم العمليات الإنسانية والإغاثية للاجئين السوريين وأعلن صاحب السمو تبرع الكويت بمبلغ 300 مليون دولار موضحا أن رسالة المشاركين في المؤتمر مفادها وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب السوري وعدم التخلي عنه في محنته وما مؤتمر المانحين الثاني لمساعدة الشعب السوري والذي تستضيفه البلاد هذه الأيام إلا تأكيدا على استمرار جهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعى في إغاثة الشعب السوري فها هو المؤتمر يحقد للعام الثاني على التوالي بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر المانحين الأول وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على الثقة الكبيرة التي يبديها الأمين العام للأمم المتحدة بمدى حكمة ودراية سمو الأمير وحرصه على مساعدة المحتاجين والمنكوبين في العالم ومؤتمر المانحين للشعب السوري ليس بأولى المبادرات الإنسانية لسموه رعاه الله فقد استضافت الكويت عدة مؤتمرات مماثلة لمساعدة المحتاجين والمنكوبين في شتى بقاع العالم حرصا من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على إبراز دور الكويت في المجال الإنساني والحقوقي فصاحب السمو لا يألو جهدا في مساعدة المحتاجين انطلاقا من دستور دولة الكويت الذي يدعو إلى احترام ومراعاة حقوق الإنسان والعدالة والمساواة لتحقيق الرخاء للبشرية فبفضل حنكة سموه حفظه الله أضحت البلاد تحظى اليوم بثقة المجتمع الدولي بل ووجهة الاعتماد عليها في شتى المجالات سيما تلك المتعلقة بالجانب الإنساني ترجمة نانسي قنقر